إذن تبعت معنا هذا الاستعراض حول القروض التي قدمتها البنوك والتمويلات للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية والربع الأخير من عام 2013 ما هو تقييمك للتمويلات التي حصل عليها الأفراد وأيضا الشركات وإلى أي مدى سنتوقع أن يكون هناك زيادة في حجم هذه التمويلات اليوم للأفراد والشركات بالقطاع العقاري بعد السماح يمكن للبنوك بفتح نافذة التمويل العقاري أهلين أخت ميسر بالنسبة لقطاع التمويل العقاري والأفراد تحديدا قد يكون العام 2013 هو عام استثنائي شهد أكبر نمو في تاريخ التمويل العقاري هذا النمو تحديدا قد يكون أحد أهم الدوافع له صدور الأنظمة في نهاية العام 2012 ولكن تحديدا اللي ساهم في هذا النمو بعض الممارسات الغير صحية قد تكون من بعض جهات التمويل التي ساهمت في زيادة مبلغ التمويل ليتناسب مع ارتفاع أسعار العقارات بمعنى أن بعض جهات التمويل قامت بإلغاء شرط الدفعة المقدمة نهائيا والاستقطاع من رواتب المتقدمين حوالي ثلاثين من دخلهم حتى يتمكنوا من الحصول على أكبر مبلغ تمويل ممكن لشراء المنزل الذي يرغب في شراءه مع ارتفاع أسعاره طبعا إلى حد الآن هذا قد يقول البعض أن هذا طالما الطرفين موافقين فما المانع؟ المانع أن بعض هذه المنتجات هي منتجات إيجارة وبالتالي أسعار أو تكلفة التمويل متغيرة ونحن الآن في أقل تكلفة التمويل أقل حاليا تكلفة التمويل هي أقل في حدودها الدنيا خلال عشرين سنة يمكن ومن المتوقع أن تبدأ في الارتفاع خلال الفترة القادمة يمكن بداية من العام 2016 إذا لم يكن في العام 2015 فعندما يتم استقطاع ثلاثين دخل شخص ما ماذا يمكن استقطاع أكثر من ذلك عند زيادة تكلفة التمويل؟ في المحصلة ارتفاع أسعار المساكن هو أحد أسباب هذه الممارسات التي سمحت بهذا النمو بشكل كبير كذلك كان هناك شراء العديد لا يستطيع شراء وحدة سكنية بالرغم من ذلك فيقوم بشراء أرض ليتم بناءها خلال فترة زمنية قادمة لكن في المحصلة النهائية كان نمو كبير أعتقد أن العديد من جهات التمويل يرغب في زيادة حصته من التمويل العقاري خلال الفترة القادمة العام 2013 و2014 تحديدا بسبب أن أنظمة التمويل العقاري منحت مهلة لكافة جهات التمويل حتى نوفمبر 2014 ومن ثم ستشرف المؤسسة بشكل كامل على القطاع وأول مظاهر هذا الإشراف اشتراطها وجود دفعة مقدمة لا تقل عن 30% من سعر المنزل تحدثت سيد ياسر عن ارتفاع الأسعار هي التي يمكن ما زالت هاجس وتحدي كبير بالنسبة للقطاع العقاري ما هي نظرتكم للأسعار خلال عام 2014 هل نتوقع أي زيادة هل نتوقع أي ثبات على الأقل في ظل الطلب الذي ما زال مستمر على السكن والوحدات السكنية في السعودية طبعا الطلب قوي العام الماضي بسبب التسهيلات التي قدمتها بشكل رئيسي البنوك زاد ساهم في ارتفاع الأسعار حاليا نعتقد أن الأسعار ستكون مستقرة في عدة عناصر السوق ترقبها يكاد يكون أهمها أنشطة وزارة الإسكان وتأثيرها على السوق من غير الواضح حتى الآن ما هي مخرجات وزارة الإسكان سمعنا الأسبوع الماضي أن هناك 80 ألف وحدة سكنية لا نعلم هل هي وحدة سكنية مكتملة أرض 500 ألف وحدة سكنية هل سيتم بناءها ما هو دورها مع الأرض والقرض كيف سيتم توزيع الأراضي لا توجد خارطة طريق للقطاع العقاري خلال الفترة القادمة توجد عدة عناصر ستؤثر في القطاع العقاري ولكن لا يمكن قراءة القطاع العقاري خلال العامين القادمين 14-15 صعب جدا التوقع وزارة الإسكان سيكون لها دور كبير في استقرار الأسعار في نزول الأسعار في عدة توجد إشاعات كثيرة الحقيقة لا نستطيع التوقع في المرحلة الحالية لكن حسب المعطيات الآن في السوق أسعار مستقرة شاهدت بعض المناطق التي خارج المدن انخفاض في بعض الأسعار وهذا أمر طبيعي هذه المناطق ترتفع بسبب المضاربة وتنخفض بأسباب الإشاعات وخلافه صندوق التنمية العقاري ما زال تمويله يعتبر ضعيف يعني بحدود 4.3% بالمتوسط سيد ياسر باختصار هل سنرى أي مساهمة أخرى من قبل صندوق التنمية العقارية خلال 2014 هل سترتفع نسبة مساهمته بعمليات التمويل أعتقد أن صندوق التنمية خلال السنوات الثلاثة الماضية كان مستوى تمويله جيد كان يساهم بعشرين مليار سنويا وهذول حوالي أربعين ألف متقدم أعتقد أنه سيستمر في هذه الحدود هو مستقر منذ حوالي ثلاثة أو أربع سنوات في هذا الإطار لا يزيد عن عشرين مليار ريال في العام أربعين أو خمسة أو أربعين ألف متقدم أعتقد سيستمر في نفس الحدود لا ننسى أن دور الصندوق حسب الأنظمة التي صدرت أصبح محدود بالخمسمية ألف متقدم لديه الذين إذا استمروا على نفس المنوال سيتم الانتهاء منهم خلال عشر سنوات ولا يتم قبول أي طلبات جديدة كلها تحولت إلى وزارة الإسكان تحت برنامج إسكان الذي سمعنا تصريحات مؤخرا أن هناك مليون شخص قام بإكمال الابليكيشن وأعتقد أنه تبقى لديهم مليون أو ستمائة سبعمائة ألف واحد لم يتموا إكمال التزييل عبر موقعهم سيد ياسر أبو عطيق كل هذه المخرجات نتمنى أن تتضح الصورة في القطاع العقاري حتى نستطيع قراءة المستقبل إن شاء الله والتوقع إن شاء الله شكرا جزيلا لك سيد ياسر أبو عطيق الرئيس تنفيذي لشركة دار التمليك كنت معنا مباشرة في استوديوهاتنا في شركة الخبير المالية من جدة